موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام من مدينة قلقيليا من منزل عائلة الأسير رائد أحمد الحوتري الذي يدخل بعد أيام عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال جرى اعتقاله في الواحد والعشرين من مارس عام الفين وثلاثة وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 22 مرة بتهمة تخطيته لعملية فدائية نفذها الاستشهادي سعيد الحوتري وأوقعت 22 قتيلا ونحو 100 إصابة وفيما يعاني رائد الحوتري من عدد من الأمراض والمشاكل الصحية وإصابة في عينيه لحظة اعتقاله يتعمد الاحتلال بالإهمال الطبي مما فاقم المشاكل الصحية لديه وأثر على حياته اليومية وحركته نتواجد الآن في منزل العائلة ومعنا عدد من أفراد عائلة رائد ونبدأ مع السيدة الحاجة أم باسم والدة الأسير رائد السلام عليكم خالتي حاليا لو نفترض انه رائد بيسمعك شو بتحبي تحكي لرائد أنا أم الأسير رائد الحوتري نعم رائد حاليا بيسمعك شو بتحكي له إن شاء الله يا رب ربنا بفرحك بالإفراج عنه قريبا إذن والدة الأسير رائد الحوتري حرمت طبعا من زيارة ابنها زارته منذ سنوات وحرمت من زيارته لفترات طويلة تعاني الآن من مشاكل صحية تصعب عليها الحركة وهي تنتظر على أمل أن يفرج عن ابنها قريبا نتوجه إذن لزوجة الأسير رائد الحوتري السيدة اسما أهلا وسهلا لو تضعين بداية في صورة الوضع الصحي لزوجك رائد بسم الله الرحمن الرحيم أوليش بوجه كل شكري وتحيتي لقناة الجزيرة مباشرة اللي بتحرص على نقل الأحداث ساعة بساعة والخبر الصادق بموضوعية وشفافية وشكرا لكم وخاصة إنكم تهتموا في قضية مفصلية قضية مهمة اللي هي قضية الأسرة زوج الأسير رائد حوتري بداية يعني هو البطل المجاهد الذي يقبع في سجن إيشل أمضى في سجنه ثمانتاشر سنة وهي على أبواب دخول في واحد وعشرين ثلاث اللي هو ذكرى اعتقاله بدخول اللي هو التسعتاشر عام زوجي يعاني من مشاكل صحية وخاصة في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعامل به جنود الاحتلال مع الأسرة كافة حيث لا علاج لا مسؤولية لا اهتمام بالأسرة بداية أصيب زوجي أثناء اعتقاله بدمدم في فوق جفنه عند عينه وتفتفت ولحد الآن الشضايا موجودة في وجهه ما كاموها وهذا اللي هو فاقم قضية قسر النظر عنده يعني هو يعاني من قسر النظر حاد هو يحتاج إلى زراعة قرنية حتى يعني تنحل مشكلته وهو ينتظر وإن شاء الله يعني بكون الفرج بنتأمل أنه يفرج عنه حتى يتعالج من هذه الناحية ناحية أخرى يعني 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 من مرض النقرس وعنده ارتفاع في الدهون في الدم نسبة الدهون في الدم أيضا من جديد يعني من ثاني بس اللي هي ارتفاع السكر في الدم قضية السكر هاي جديد وطبعا لا علاج فيش اكل يعني مريض السكر بده اكل خاص بده حمي خاصة وطبعا في السجن هاي كله محدود ما بقدر الواحد يتمكن انه يأخذ الاشياء اللي بتحميه والاشياء اللي بتحافظ على صحته الاسنان وما ادراك ما الاسنان هو اضبعاني منها كل الاسرة فيش عندهم يعني ان وجعت الواحد طحون تو خلع فيش عندهم اي اشي غير انه يخذع الهوسن او الطحون اذا وجعته فهذه برضو اللي هي مشكلة مشكلة عامة الاسرة قضية الاسنان فهو يعني احنا يعني بناشد يعني انه كافة الجهات انها تهتم في قضية علاج الاسرة قضية الاهتمام بصحة الاسرة بس معلش لو تحكي لنا بس عن جزئية النظر عند رائد كيف بيتعامل داخل السجن من ناحية الابصار كونه هو كمان انسان قارئ ومثقف وباحث خبرينا شوي عن الجزئية الخاصة في النظر انا عم زوجي يعني قارئ بحب القراءة بشكل ومطالعة بشكل كبير انسان مثقف يعني لدرجة كبيرة كبيرة صح هو يعني مشكلة النظر بتأثر عليه بس فو يعني لما يحس انه تعب بتركه الاشي وانه بصير النظر يوجع واشي يعني بتحدها هاي الشغلة بالرغم يعني بتعب بتعب وبصعوبة صعوبة وبتعب بمارس خلص دراسته الحمد لله دورات دائما يعني بوخد دورات علاقات عامة اخد حوالي 40 ساعة جديد هذول الجداد ادارة برضو خلص دورة ادارة وهي ان شاء الله بدي سجل الماجستير ان شاء الله طبعا بصعوبة يعني لو في علاج بكون الوضع احسن بعطي دورات في السجن الحمد لله ماشي يعني الامور غير هيك ما بتمشي في السجن نعم اذا هو مستغل لوقته بشكل كبير بالبحث والقراءة وما الى ذلك طيب لو تحكي لنا عنك انت كزوجة أسير حصلت على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه خلال سنوات أسر زوجك شو البعد الآخر غير البعد العلمي لتفوق زوجة أسير ان شاء الله يعني الحمد لله يوجه كل الشكر وكل التحية لزوجي هو أكبر داعم الي تسير داعم أقول لكم وراء كل امرأة رجل عظيم يعني أنا بيقولها يعني هو داعم الي بشكل كبير يعني عنده العلم هو بكل ويشف هالي فيك أنت اللي تكمل رسالته وهذا يعني كثير كان رفع معنويات الي واللي خلاني اكمل اللي هي الدراسة الحمد لله الإنسان لا يوقف عند نقطة معينة الإنسان يتطور خاصة كزوجة أسير لازم نثبت حالنا لازم نتحدى نعب وقتنا ونكون مشكي زي أي رقم في المجتمع الإنسان يكون له مكانته وقيمته إفادته للناس وخدمته لمجتمعه بعلمه ودينه والحمد لله هو أكبر داعم بوجه له التحية والسكر من خلال باركم نتوجه لشقيقة الأسير رائد رغم غياب الأسير داخل السجن ولكن ببقى حاضر في حياة أهله احكي لنا شو بيمثلك رائد وعرفينا بحضرتك أنا ميسون أحمد الحوتري أم مصعب أخت الأسير رائد الحوتري بعد سلامي لأخي الحبيب رائد بحكي له إحنا مشتكين لك كثير إنت دائما داعم إلنا بنأخذ منك الصبر والثبات والعزيمة إن شاء الله عنك الكل بسلم عليك زوجي وأولادي مصعب وزوجته وإناس وزوجها ولواء من داخل السجن نعفر بهديك السلام ودانا ورغد إن شاء الله نتأمل صفقة مشرفة بتطلع أنت وإخوانك الأسرة إن شاء الله وبتكون في أقرب وقت إن شاء الله بيننا وبين زوجتك وبين أمك وبتفرح في ولادك إن شاء الله وتزوجهم إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله رب العالمين شكرا جزيلا شكرا جزيلا إليك طيب أنا بدي أنتقل كمان لابنة الأسير رائد حور حور لما انسجن والدها كانت لسه مش مولودة هي انولدت بعد سجن والدها بأيام وهي الآن في مرحلة الدراسة في الثانوية العامة احكي لنا شوي عن هاي المرحلة يا حور كونها مفصلية في حياة أي طالب ولكن دائما فيه هناك خصوصية لحالة غياب الأب داخل السجون احكي لنا كيف بتتواصلي مع والدك بخصوص الدراسة وكيف الدافعية لإنجاز هذا العام تفضل السلام عليكم أنا ابنة الأسير رائد حوتري طبعا فترة التوجيه أكيد صعبة على كل حدا وفترة دراسية يعني ومفصلية نحاول نتعب وندرس مشان نحقق الحلم اللي بدي ومشان أفرح أجيب المعدل اللي هو بديه ولي أنا طبعا بديه وطبعا يعني بغيابه هو بدعمني في كل إشي وبغيابه بأثر علي إنه كون أنا توجيهه إنه ما في دعم مادي وما في إنه يجي هو يحكي لي إشي إنه يشجعني على الدراسة وطبعا إله دوري كبير طبعا أنا بحاول أتخطى هذا الإشي وأدرس وأتعب مشاني ومشان أفرحه إن شاء الله تماما طيب نتعرف كمان على الصبايا هون بنات أخوه لرائد عرفونا بنفسكم من فضلكم وبدي توجهوا كلمي لرائد لو كان بسمعكم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بيسان حوتري ابنة أخي الأسير رائد الحوتري طبعا بوجه تحية كبيرة لعمي الغالي دائما يعني في زي هك مواقف نكون عاجزين محتارين كيف نعبر عن حبنا وعن معزة عمه في قلوبنا الله يرضى عنه يعني هو كثير مشجع وملهم ومحفز لإلي عن جد يعني في كل أمور حياتي دائما معاي يعني بالرغم من بعده إلا إنه قريب فأنا يعني عن جد بوجه له كل الشكر ومحبته عن جد كبيرة وما بتعبر عن هالكلمات بحب أطمنه عني وعن دراستي وعن أحوالي كلها الحمد لله تمام أملنا بالله دائما كبير إنه ربنا يكرمه ويمني عليه بالحرية عن قريب فش عندي كلام غير إنه بنحبك كثير يا عمه وإن شاء الله ربنا بجمعنا عن قريب وهي آية بدهت يحكي أنا آية حوتري بنت أخولي لأسير رعد الحوتري بوجيه له تحية كبيرة وبحكي له إنه أنت يعني عن جد في إلك حصة كثير كثير كبيرة في قلبي وبحبك عن جد إن شاء الله يعني بتمنى في السنين الجاي تكون بيننا وكل عام وإنت بخير بمناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله إنه عيد ميلادك الجاي بتكون بيننا ومنفرح فيك شكرا جزيلا لكم طيب أنا بدي أنتقل الآن لمقداد ابن الأسير رائد مقداد يعني إنت وعيد ووالدك داخل السجن ولكن هذا ما وقف أمام سير حياتك من ناحية علمية من كل النواحي يعني احكي لنا شو بيمثل غياب الأب ولكن حضوره بالإرادة بينكم تفضل السلام عليكم طبعا أنا ابني الأسير رائد حوتري طبعا يعني هذا الإشي أنه هو إحنا أنا يعني تربيت بعيد عن أبوي وواجهت كثير تحديات وصعوبات وشياء كبيرة يعني غير لما يبكى أبوي عندي طبعا يعني واجهت مثلا وتحديات علمية في كل الإشي هاي الحمد لله يعني أخذ في الجامعة وخلص التوجيه وفي الجامعة طبعا طبعا بحب أهدي لك كل التحية والإحترام ونقول لك لكل مشتاك لكل بحبك وإن شاء الله الفرج قريب وسلم على كل اللي عندك والله يرضى عليك يا أبا يا أبا لو بدي أسألك كمان عن بداية تعرفك على والدك كونه هو مش موجود بالسجن تذكر لي شوي مرحلة الطفولة يا مقداد تحكي لنا كيف بتكون صورة الأب لما يكون أسير وابنه صغير بالعمر طبعا يعني بواجه خصوصا الأبن بواجه كثير تحديات أنه يعني بروح على الزيارات وبتغلب غلبتهم غلبت اليهود وبواجه تحديات كثيرة يعني أنا عرفته وهو في السجن لما أنا أروح زرته من وراء الكزاز يعني نحكي بتلفون وهو تلفون يعني من وراء الكزاز هيك تعرفت عليه فواجهت كثير كثير تحديت حتى كنت أنا صغير ما يرضوش فوتوني عنده مثلا نأخذ صورة نأخذ إشي بالمرة شكرا جزيلا يا مقداد من يتمنى أن يكون اللقاء فيه على أرض الواقع قريبا بدي أعود لسيدة أسما زوجة رائد يعني في كتير تفاصيل بيمر فيها الأسرة ابتداء من تفاصيل حياتهم اليومية للتجارب القاسية اللي بيطلقوها وأصعبها تجربة فقد أحد الوالدين ورائد فقد والده خلال أسره احكي لنا عن هاي التجربة كيف مرت على رائد وليش رائد يعني كان والد يروح يزوره وبتعرفوا يعني كديش الوالد بعز على الإبن بشكل كبير كان والد ووالده يروح يزوره فجأة هيك يعني مرض الوالد وتوفى فكثير تأثر عليه جدا جدا يعني وحزن عليه يعني هاي عن جد يعني صعبة صعبة ومعرفش يعني كثير كانت الفترة هذيك في السجن لما بلغ من خلال حتى الأسرة يعني ما كدروا أنا اتصلت على السجن ولا حدا كدري كله الخبر يعني بعيد هاب وين يعني بفترة هيك كعدوا معاه وتمهيد للإشي حتى وصلوا له الخبر وكان زي يعني إشي فاجأ يعني بالنسبة له والحمد لله يعني هاي سنت الحياة بالظل والمؤمن يعني بتحد نعم طيب احكي لنا شوي عن المناعة النفسية عند رائد كيف منعته النفسية بتقيميها كيف معنوياته بهالأوقات معنويات رائد الحمد لله دايما عالية جدا اصلا الأسرة كلهم بأخذوا معنويات منه هو إنسان يعني ضحوك إنسان نقيته إنسان زي ما بيقول بخليش على القلب هم ما بيصدقوا الأسراء وهو يروح عندهم دايما حتى في أقسام السجن دايما يطلبوا تعال عنا فكثير هو بتنقل من غرف لغرف ومن قسم لقسم فالحمد لله يعني فهاي صاحب بالفكاهة والنقطة حتى يعني بيقضوا وقتهم يعني راضيين الحمد لله في إشغالهم كمان وقتهم بأشياء مفيدة هذا كله بخفف فالحمد لله يعني هو أمل برب العالمين كبير كبير وإحنا بننتظر هو كمان بنتظر الفرج من رب العالمين وعسى أن يكون قريبة يعني بنعتبر إنه انتظارنا للفرج وصفقة مشرف إن شاء الله إحنا في عبادة لله عز وجل نعم إن شاء الله شكرا جزيلا بدي أشكلكم جميعا على تواجدنا على تواجدكم معنا اليوم إن شاء الله تكون هالرسالة تفضلي خالتي نعم أنا أنت تفضلي سلام عليكم أنا أمي العسير رائد الحوتري تشيف حالك يا رائد إن شاء الله أنك بخير إحنا بنشتكين لك تسير إن شاء الله أنك بتطلع الله يرضى عليك وفي أسرك كريم يا رب إن شاء الله نتمنى خالتي شكرا كثير على وجودك معنا شكرا لكم جميعا بتحب تضيفي إشي سيدة أسماك بس بوجه كل التحية لزوجي وكل المحبة والتقدير وللأسرة أيضا كلهم اللي في كافة السجون والمعتقلات وإن شاء الله كلهم في منزال حسناتهم من كلهم منكم تعلمنا الصبر منكم تعلمنا أخذنا الهمة العالية وإن شاء الله بيكون يعني رب العالمين لن يضيع أجركم والفرج قريب بإذن الله وإن شاء الله رب العالمين بفرحكم بالحرية وبفرحنا معكم في أقرب وقت والسلام عليكم شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا إذن هي واحدة من مئات العائلات الفلسطينية التي تنتظر بفارغ الصبر بألم وأمل تنتظر موعد أبنائها مع الحرية ودائما تكون الأمنية ودائما الأمل بأن يكون ذلك الموعد قريبا بإذن الله نشكر لكم طيب المتابعة إلى هناك نكون قد أنهينا هذه النافذة من منزل عائلة الأسير رائد أحمد الحوتري